ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تطارت الأحزاب المعارضة للحكومتين وتنخل العشرات من السياسيين والأطباء والنشطاء تدوينات غاضبة من حكومتي فرنسا وإسبانيا وأصبح اسم المغرب متداولا بشكل واسع لدى الإسبان والفرنسيين عقب هذا الإعلان عن توفير الكمامات بسعر زهيد وبكمية ضخمة في الوقت الذي يتعدى سعر الكمامات الواحدة 7 يورو وأقل جودة بـ 4 يورو دون أن تجد لها أطار وهو نفس الخصص في الولايات المتحدة واتخاذ المغرب بقرار تحويل شركات مغربية تعمل في قطاع النسيج نحو تصنيع كمامات لتأمين حاجاته من الكمامات حيث سينتج 3 ملايين كمامة في اليوم بسعر 2.5 درهم للعلبة مكونة من 10 كمامات صنع محلي وبالمعايير الدولية وفق الإسعار المحددة في الجريدة الرسمية وأصبحت الكمامات متوفرة بمختلف المساحات التجارية والمتوسطة ابتداء من اليوم التولتاء نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي